السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنا تعملين ايه يا رب تكونوا بخير. نهاردة هنشتغل مع بعض فيديو لطيف كده وزريفة هنخلاص بصبع ان شاء الله. هنشتغل مع بعض طوق اللي انا حطى لكم صورته في اول الفيديو. ماشي? هنشتغل على الطوق ده من فوق العروسة الامر دي. انا طبعا لسه مركبتهاش وهشتغل معك واحدة تانية. ماشي? حابة نعمل لها العيون كده. ماشي تمام? مش حابة هنعمل لها سيفتي. انا هشتغل بسيفتي تمانية ملي. وهشتغل على الطوق ده. عندي منه الرفيع ومنه العريض. الاطواق دي من جروب آآ قطرة الندى والسيفتي من جروب ديزني كروشي والخيوط من جروب عطر الجنة داليا الجمسي. مشروع مشترك بين جروبات بتاعت اخواتنا وحبيبنا. اه طبعا انت هتحتاجي خيوط ايه? هتحتاجي لون بشرة ولون كمان معي اللي هو لون بشرة اللي هو لون الراس ولون الشعر. انت طبعا تشتغلي باي لون شعر انت حباة بس الهم ما تختاري لون للبشرة مناسب. اي دي لون البشرة. دي خيوط ستوكات كوتون جولد. تمام? تقدر تشتغلي بديفا او بكوتون جولد حسب ما يعجبك. انا هشتغل بخيط ستوكات كوتون جولد وهشتغل بابرة واحد وتسعة. تقدر انت تشتغليها بابرة اتنين. ما لديش دابة الواحد وتسعة دي يشتغل انت بابرة اتنين. تمام? لو هتشتغلي بخيط ديفا طبعا تمام ينفع جدا برضو المتوفر عندك لو تشتغل بديفة اشتغل بابرة واحد ونص تمام لو هنشتغل بديفة هنشتغل بابرة واحد ونص هتحتاج خط بشرة ولون كمان معي يا ده يا ده المتوفر عندك اي لون عندك بقى اصفر بني اه اي حب بقى انت حسب ما تحب بشكل العروس هنسمي بالله بقى ونبدأ علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض هنبقى في البداية كده لو مش مشتركة تشتركي واتفع علي زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد بدايتنا كده هنشتغل الكافر بتاع اللي هو اللي هتغط بيه الطوق طبعا انا عندي في فيديوهات في القناة عاملة فيها الطوق اكتر من مرة هشرح معاكم سريعا وبرضو هحط لكم اللينك الاطواق التاني عشان لو حابين تعملوا اشكال تانية مختلفة غرزتين سلسلة تمام عملت غرزتين سلسلة هسيب اللي هي اول سلسلة من الابرة هدخل في التانية واعمل فيها ست غرز حشو ادي واحد اتنين تقدري تعملي دايرة سحرية لو انت حب تلاتة اربعة خمسة انا بشتغل على الفتلة اللي تحت عملت ست غرز حشو اهو تمام انا مش هقفل انا هشتغل حلزوني كل الشغل اللي جاي بعد كده هو ست غرز حشو بس انا جبت الفتلة دي هحطها علامة علشان تبقوا شايفين اول غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو هشتغل فوق كل غرزة غرزة هم ست غرز حشو بس اللي هشتغلهم مفيش اي حاجة هفضل شغالك كده لغاية ما تطول معايا الجزء اللي انا بشتغله اتنين تلاتة اربعة خدي بالك وانت بتشتغلي اتني كده علشان ما تتقلبش منك انا اشتغلت في الهرزة مرتين خمسة ست تمام كده خدي بالك انت تتنيها كده علشان ايه تبقى متنية لجوه مش متنية لبرا اهي بعد كده اشيلي العلامة وحطيها تاني واشتغلي برضو ست غرز حشو هفضل اقرروا الدور ده لغاية ما الجزء ده يتول واحد اتنين بص انت بتعملش اي حاجة بتشتغلي ست غرز حشو بس اللي المكان ديق بس فانا ايه بشتغل بصروبة عشان القطعة صغيرة بس اهو ستة تمام هفضل اشتغل كده تشيلي العلامة وتحطيها تاني مش عايزة تشيلي انا بحط العلامة ليه علشان بس ملاقيش بعد كده انا عندي غرزة زيادة او غرزة نقصة ممكن تشيليها وتشتغلي خلاص ست غرز تفضلي اهي حطيناها واشتغلنا نشتغل ست غرز ونفضل نطلع في سطور لغاية ما اعمل سطور تمسك التوق بتاعك كده وتركبيه كده اهو تفضلي تعملي في سطور لغاية ما دي تتكسي تمام تفضلي تطول تطول معاكي ست غرز السطر ست غرز تفضلي تشتغلي تكرري 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 لغاية ما توصلي الهين هخلصها لغاية الطول بتاعها المناسب وارجعلكه تاني علشان شفها نعمل ايه اهي بالنسبة لي اهي وصلت معي كده لطول الطوق بتاعي انا ما قطعتش الخيط سايباه هتركبها ونشوف هتتركب كده بالروحة واخدي بالك علشان الطوق ما يختاركش الغرز اهو يا بنات بتكملي تدخيل الطوق كده بصوا كده اهي هنا علشان خاطر البنات اشتكوا ان في الاطواق بتطلع من هنا انا سايبها كده واسعة اهي عشان اوريكم علاجها ايه ماشي اهو الطوق اهو تلبس مزبوط في الطوق هنجيب ابرة ابرة خياطة طويلة شوية بتاعة التطريز ماشي اهو وتلضمي الخط بتاعك طبعا انا سايبها حتة في البداية وحتة في النهاجة اهو تلضميها والبداية بتاعتك هنا اهي بتخيطيها ورزتين كده بحيس ان هي تتقفل كويس دي بقى كده عمرها ما هتتفتح ولا عمر الطوق هيعدي ولا المكان هيوس على ان احنا خيطناه بنفس الخيط بتاعنا اللي احنا شغالين بي اهو وبعد كده تدخلي هنا في قلب الطوق كده تخفي الخيط اهو اهي بنات بعد ما تقفلت كويس هنعمل نفس الموضوع الناحية التانية كده ايه انت امنتيها خلاص تمام الناحية التانية بتلضمي الخيط هلضم هنا كده ايه بتلضميها وتخيطيها بنفس الطريقة هلضمت الخيط تمام وكده تخيطيها تقفليها بنفس الطريقة غرزة وغرزة كده وبرضو تخفي الخيط جوه الطوق انت كده بتشتغلي اصلا انك بتخيطي بنفس اللون فالموضوع ما فيهوش ادنى مشكلة اهو كده الطوق بتاعنا خلص شايفين جماله ورقته كده هو فوضي كمان حلوة بي طيب نجي باع ايه علشان نشتغل مع بعض العروسة بس انت كده ايه ده هنشتغلها مع بعض اول حاجة هنبتدي بخيط البشرة لون البشرة تمام كده هنبدأ مع بعض ان شاء الله الراس بجيب بدايته بس اهيه وهعمل اول حاجة الدايرة السحرية او ماجي كرين اهيه اهيه حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة حشو بقفل بشد الفتلة الصغيرة واقفل كده انا معي ستة حشو هجيب غرزة اعملها ايه خطة خيط اعملها علامة وهشتغل في كل غرزة حشو من دول اتنين غرزة عشان يبقى معي اتناشر غرزة في كل غرزة هشتغل فيها اتنين انا ما بقفلش الشغل انا بدخل على طول اشتغل ما بعملش بداية ونهية بس بعلم بداية السطر في كل غرزة هشتغل فيها اتنين حشو ودي كده اتنين هخلص في كل غرزة اتنين عشان يبقى معي اتناشر غرزة وارجع لكم تاني ان شاء الله. خلص السطر بس ونرجع. بعد ما خلصت هنا كل غرزة اتنين هشيل العليمة وحطها. واشتغل السطر اللي بعد كده غرزة حشو تزيد. يعني ايه غرزة حشو تزيد? يعني الغرزة دي فيها واحدة. اللي بعدها فيها اتنين حشو. وهكزا لنهاية السطر. كل غرزة هيبقى فيها واحدة حشو. واللي بعدها اتنين. اللي بعدها تزيد. اللي بعدها واحدة بس. واللي بعدها اتنين لنهاية السطر. هيبقى معي تمنتاشر غرزة. اخلص السطر وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت واحدة حشو تزيد شلت العليمة وهشيلها وحطها تاني واشتغل اتنين حشو تزيد. يعني في الاولى واحدة واللي بعدها واحدة وفي التالتة هنعمل تزيد. وهنكرر لنهاية السطر. واحد. اتنين. وفي التالتة نعمل تزيد. انكريز تزيد. تمام? لنهاية السطر خلصها وارجع لكم السطر ده. اتنين حشو تزيد. خلصها ونرجعها. خلصنا السطر. السطر اللي بعدها هيبقى تلاتة حشو تزيد. ادي. واحد الغرزة التانية برضو. واحد الغرزة التالتة. واحد والربعة نعمل فيها تزيد. ونكرر كده لنهاية السطر. تلاتة حشو تزيد. واحد اتنين. تلاتة. هنعمل في الربعة تزيد يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة. هخلص السطر وارجع لكم. خلص خلصت السطر ده. اللي بعدها هيبقى اربعة حشو تزيد. ايه دي? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة حشو. في الخمسة هنعمل تزيد. ونكرر لنهاية السطر. اربعة حشو تزيد. هخلص السطر وارجع لكم. بعد ما خلصت السطر. السطر اللي عليه الدور هيبقى خمسة حشو تزيد. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وبعدين نعمل تزيد. تزيد. هكيا مكرر لنهاية السطر. خمسة حشو تزيد لنهاية السطر. بعد ما خلصت السطر ده خمسة حشو تزيد هشتغل عشر سطور سبات. عشر سطور سبات. اشيل العلامة في كل اول سطر واحطها تاني. وهشتغل يعني ايه اسطر سبات يعني اسطر عشر سطور ما فيهمش ولا تزيد ولا تناقص عشان الراس تاخد الكرف بتاعها يعني ايه? وايه? تبقى مجوافة بقى كده مش تبقى مسطحة. تمام? هشتغل عشر سطور. قد السطر ده اللي بشتغل فيه هشتغل بعد منه تسعة عشان يبقى اجمالي معايا. عشر سطور سبات. وارجع لكم تاني. ان شاء الله بامر الله هشتغلهم بقى ورد كاميرا. وارجع لكم. يا بنات خلصت العشر سطور اللي انا قلتلكوا عليهم عشر اسطور سبات. خلصتهم. هبتدي بقى اعمل تناقص عشان الراس تلم. وتبقي انت جهستيلي الفايبر عشان لما نلمها شوية هنبتدي. نحشي. هشتغل السطر ده خمس سطور حشو تناقص. واحد. اتنين. نستقل لكم ان اسطور السبات كانوا على اتنين واربعين غرزة. تعدي غرزة كنت شغالة. دلوقتي زي ما قلتلكوا هشتغل ايه دي اتنين. تلاتة. اربع. خمسة. وبعدين نعمل تناقص. الامجرومي زي ما احنا متفقين واشتغلنا مع بعضة قبل كده كتير. الامجرومي بنشتغل التناقص فيه خفي. يعني ايه تناقص خفي? يعني انا معي كل غرزة فيها لفتين. انا هيخد اللفة الامامية بس. مع الغرزة في الغرزة دي. واللفة الامامية للغرزة اللي بعدها. بقى معي اهم انا دخلا في اللفتين. هسحب لفة على الابرة. واخرج من الاتنين. بقى معي حلقتين. هخرج منهم الاتنين. كده انا عملت غرزة تناقص خفي. بعد كده هعيد هتيني. اشتغل خمس غرز حشو. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. خمسة. تمام? بعد ما عملت الخمس غرزة حشو هعمل ايه? هعمل تاني تناقص خفي. اهو. اللفة الامامية مع اللفة الامامية. واخد الخيط واخرج من الاتنين. اخد الخيط واخرج. هكمل بقى لنهية السطر خمسة حشو تناقص لنهية السطر وارجع. ما عملت خمسة حشو وتناقص. هركب السفتي قبل ما المكان يديق او قبل ما ركب الفايبر. زي ما قلتلكم انا هشتغل بسفتي تمانية ميلي. السفتي بيبقى جاي معاها البلاستيك اللي بتتقفل بيها كده. طيب لو انت ما عندكش سفتي وحابة تعملي العيون دي. هتستني لما تخلصي الرأس وتقفليها. تمام? لكن لو سفتي هتركبيها دلوقتي. طيب. انا دلوقتي عملت السطر اللي هو خمسة حشو تناقص. تمام? السطر اللي هو خمسة حشو تناقص. هعد منه. انا معي هنا السطر اهو الاولين اللي هو ده كان خمسة حشو تناقص اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السطر الخامس. اهو. تمام? في السطر الخامس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السطر الخامسة. فوقه بقى. فيه اي غرزة هنا بعلمها بحددها اهي. انا حددتها بالابرة اهي. تمام? اي غرزة فوق السطر الخامس. اهو حطي الدبوس كده. هتحد ديها. وبعدين هتعدي بعديها على طول الفتحة هدي. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? في الخمسة اهي. علشان احط فيها. واحد اتنين تلاتة اربعة. في الخمسة احط فيها برضو دبوس تاني علشان احط فيها السفتي. اهي. بعد ما ركبت السفتي اهي يا بنات. تمام? نركز بقى في الحتة دي عشان نشوف ده انت لو في حال انت بتركيب السفتي. اتعدي بعد منها واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? وفي الغرزة الخمسة. انا كنت معلمها بس الدبوس وقع. اهو. بعمل مكان اهو. اللي هحط فيه العين التانية. عملت انا مكان كده بالابرة اهو. وحطيت العين التانية. كده انا حطيت العينين اهم. وده الشكل بالسفتي. وده الشكل بالعين دي. انا حطت الابرة هنا بس عشان ما تدعش مني. وادي الشكلين. وهي بين العينتين في خمس غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وادي الخمسة. وبعد كده بركب البلاستيكة اللي بنقفل بيها العيون. اهي. نقفلها كويس. والتانية نقفلها. وبعدين هنكمل شغلنا عادي. نقفلها كويس على اخر سنة. اهي. العيون. بعد كده السطر بقى اللي عليه الدور. اربعة حشب تناقص. العلم بتاعتنا بنحطها. هنشتغل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين نعمل تناقص. وهكذا لنهاية السطر. اربعة حشب. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. تناقص. بناخد الغرزة الخمسة والستسة. بناخد اللفة الامامية مع اللفة الامامية. ونطلع منهم ونقفل الغرزة. هخلص لنهاية السطر. اربعة حشب تناقص. وارجع لكم. بعد ما خلصت يا بنيت السطر اهو. اربعة حشب تناقص. السطر اللي عليه الدور هيبقى تلاتة حشب تناقص. العلمة بتاعتي معي اهي. وهشتغل واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين بنعمل تناقص. خلاص حفزنا التناقص الخفي. وهكمل لنهاية السطر تلاتة حشو تناقص. وارجع لكم تاني. خلصت السطر يا بنيت تلاتة حشو تناقص. تمام? المكان عندي اهو. الابتدى يضيق. هنجيب بقى الفايبر بتاعنا. ونحشيه شوية. اهو. احشي بقى الراس قبل ما تضيق منك ايه عشان تحشي المكان اللي فوق كويس. ما تخليهاش كده ايه مرخية يعني. طبعا انا ايلالكم ومنبه عليكم قبل كده ان الحشو مهم جدا انك تزبطي. لان احنا اللي في الامجرومي احنا بنرسم للشخصية او بنرسم اي مجسم احنا بنعمله بالحشو. تمام? انا لسه جايب اكيس فيبر بقى فما حدش ايه قدي. عايز اقول لكم ان فضيت لعب الليل بيت زنب كلها. فضيتها. خلصتها. ما نكون كدري ما انا باخد منها الفايبر. اشتريت كيسة فيبر. اخيرا يعني. تمام? كده نخلي بقى بقية الحشو هكملها بس لما تضيق شوية. السطر اللي دور دلوقتي اتنين حشو تناقص. العلامة بتاعتي اهي محطوطة. وهشتغل اتنين حشو. قدي واحد. اتنين. وبعدين نعمل تناقص. واحد. اتنين تناقص. واكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر اتنين حشو تناقص الى نهاية الدور. ونرجع تاني. بعد ما خلصت السطر يا بنات اللي كان فيه اتنين حشو تناقص. السطر ده هيبقى واحدة غرزة حشو. واللي بعدها تناقص. واحدة حشو. واللي بعدها تناقص. وهكذا لنهاية السطر. واحدة حشو تناقص لنهاية السطر. بعد ما خلصت غرزة حشو تناقص طبعا هنبقى محتاجين ان المكان ده بقى فاضي. محتاجين نحشي نحشي كده. وتخلي معاك بقى اي اداة تحشي بيها انا هحشي بضهر الابرة. انت بقى ممكن مقص ممكن اي حاجة تحشي بيها السزنوق بيها الفايبر. وخلي بالك بص انت بتغزي تحت بصي تحت اللام. تحت النسيج هنا. دي الحتة الفضية. علشان ترسمي بيها الراس كويس. بيضخل اهو. ونزبط بيه الدنيا كده. انا لسه محتاجة فايبر تاني هجيب فايبر تاني. بصوا. مش عايزة يبقى هنا بصوا شايفين مفرغة ازاي. بصي. معدية اصباعي اهو. انا مش حابة كده. حابة تبقى مزبوطة وملينة علشان خاطر التوكة مع الاستخدام. ما تبصيش تلاقي الراس فتصت منك. ماشي. اه. بس انا بدخل شايفة بدخل بالابرة فين شايفة بعمل الاماكن دي اهي. ممكن احشي انا في الكواريس وجهة اقول لك انا خلاص حشيت. بس حابة انك انت تحشي مزبوط. لان حشو الدمية او العروسة او اي مجسم بتعمليه هو يعني تلت الشغل تقريبا. هم تخيلين? احنا. انا كده خلاص مش حشي تاني. بعد ما تحشيت. احنا كنا وصلنا للسطر غرزة حشو واحدة تناقص تمام? كده انا هشتغل بقى تناقص في كل الغرز. هيبقى معي اتناشر غرزة هعمل فيهم ست تناقصات. اهو. تناقص في كل الغرز. يعني اه? من اول حاجة اهو. مفروض دي كده اشيلها. تناقص. والاتنين اللي بعدها. تناقص وهكزا بقى لنهاية الغرز. هخلص الست تناقصات وارجع لكم. عملت خلاص يا بنات الست تناقصات. وهشيل اصحب العلمة بتاعتي. تمام? الشغلة عندي لسه مفتوح. هقص الخيط. هسيب حتة بس صغيرة كده. بعد ما قصت الخيط هقفل بمنزلقة. اهو. وهتشدي اتقفلت خلاص معيكي الراس اهي. زي البداية. واحنا كنا حطين ابرة التشتيب بتاعتنا او ابرة التنظيف. ماشي. انا سيب حتة اهو. سيب حتة طويلة شوية. من الراس اه من الخيط. هعمل بها ايه? هقفل بها برده هوريكم. اهي تلضمت. تمام? اهي قفلت بها كده. ايه اصلا خلاص اصلا اتقفلت وتضمت. انا برده هقفلها بس بها كده اهي. تمام? وهعمل بها بقى بالمرة الانف المناخير. معي ده بوس اهو. بصوا الانف هعملها هنا. اهي. الغرزة السطر اللي بعد العين على طول اللي بعد السفتي اهي. في في المنتصف كده هتوستني هنا كده. وهدخل بالابرة من تحت من عندي من هنا من اي حتة. تمام? وهطلع بيها. كده. هنا اهو. وهعمل بيها. غرزة. واحدة الانف. اهي. كمان. بيحس بني انا ايه? ارسم المناخير. حبه تعملي واحدة كمان. ونشوف الشكل لو ما عجبتناش نفكه. يا سلامي يا يا سلام يا سلام. اهي. مناخير عسل اهي. نخرج بقى من اي ندخل من هنا تاني ونخرج من اي مكة. فاضل البق. عارف اهي. وهعمل ايه كده هو? اقص بالمقص. البق بقى تجيب اي خيط مثلا بمبة اه احمر. اي لون. ماشي? نشوف. ممكن نعملها بالبمبة تاني. نشوف اللون ده اهو. زريف. نلضمه سواني. لضمت اللون بمبة. وتحت الانف على طول هسيب السطر اهو تحتها السطر اللي بعدها على طول اه. يعني بس انا الانف جاية وصلة للسطر ده اهو. هروح السطر اللي بعدها. هدخل من اي مكان. واطلع هنا. وهعمل غرزة البق. زي ما عملت الانف بس هتبقى اخف يعني ايه? هعمل حاجة بسيطة كده حاجة سيمبل كده. هتخطص غنم كده. كمان مرة وخلاص. هخرج. هخرج من هنا من اي غرزة. كده. طبعا احنا عايزين بلشر للخدود بس باقي في الاخر كده. هدخل كده مرة كمان هنا عشان بس اخرج اقمن الخط بتاعي ما يفكر. خدي بالك انت بتدخلي مش بتدخلي في قلب الغرز بتدخلي ما بينهم علشان خاطر لما تيجي تسحبي. اهي ما تسيبش قصر. ونقص بالمقص. والحتة دي برضو هنعمل ايه? هنلضمها. ندخل كده من هنا. من عندها كده اهو. ولضمها. واسحب برضو الابرة. دخلت جوه الشغل وخلاص. وتقصي الحكة السغنانة اللي طلع دي. اللي بقصة وخلاصها. وقادي الراس الامر امر 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 امر. تمام? نستعد بقى عشان نعمل الشعر. هتختاري بقى اللون اللي انت حابة تعمليه للشعر. اي لون براحتك. يعني عندنا دي اهينا عاملها لها باللون البنبة. فهنشتغل احنا شعر التانية باللون البيبي بيون. عايز اقول لكني بعد ما اشتغلت الشعر اكتشفت ان التليفون ما بيسجلش. تمام? فهركنها كده واشرح لكم على خط تاني وبعدين نرجع نتكتبها مع بعض. هنعمل هتختاري بقى لون الشعر بتاعك زي ما انت بتقولي. وهنعمل فيها ست غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وهنقفل بالفتلة الصغيرة. هي شبكة هنا ليه? اهي. تقفليها كويس. نجيب حتة خيط كده نقاملها علامة. هعمل بعد كده في كل غرزة اتنين حشو. عشان الستة دول يبقوا اتناشر. هشتغل في كل غرزة اتنين حشو. واحد. اتنين. اهه. هخلصهم. واحد. هشتغل زي ما قلت لكم في كل غرزة اتنين. هخلصهم وارجع لكم. بعد ما اشتغلت في كل غرزة اتنين. هشيل العلامة وحطها. واشتغل غرزة حشو. تزايد. غرزة حشو واحدة. وبعدين اللي بعدها اتنين. وبعدين حشو واحدة. زي ما قلنا غرزة حشو. واللي بعدها تزايد. هخلص لنهاية السطر على كده. واحدة حشو تزايد لنهاية السطر. بعد ما عملت السطر ده واحدة حشو تزايد. هشيل العلامة واشتغل تلات غرز. واحدة واللي بعدها. واحدة واللي بعدها واحدة. بس كده. بس. تمام? بعد كده هعمل ايه? هعمل الخصل بتاعة الشعر. هشتغل كم غرزة سلسلة عشان اعمل اول خصلة واخده بالك. اللي هعمله دلوقتي هو اللي هيكرر على الخصل كلها. هطلع خمسة وتلاتين غرزة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربع خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر حدوش اتناشر ترتاشر اربعة عشر خمس تشم ستة عشر سبعة عشر تمان عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة عشرين اربعة عشرين خمسة عشرين ستة وعشرين سبعة عشرين تمانية عشرين تسعة عشرين تلاتين واحد تلاتين 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 اربعة تلاتين خمسة وتلاتين غرزة سلسلة. تمام? بعد ما عملنا الخمسة وتلاتين غرزة سلسلة هعمل سلسلة ارتفاعة. وهدخل في السلسلة التانية من الابر يعني هسيب الاولى ودخل من التانية واعمل غرزة نص عمود فيها. وكمان نص عمود فيها يعني اول غرزة هعمل فيها اتنين نص عمود. اللي بعدها برضو هعمل فيها اتنين نص عمود. واحد. اتنين. كده عملت في غرزتين نص عمود. اتنين. الغرزة التالتة برضو هعمل فيها اتنين نص عمود. ادي واحد. اه دي اتنين. الغرزة الرابعة برضو اتنين نص عمود. واحد اتنين والغرزة الخمسة برضو اتنين نص عمود كده اول خمس غرز بس هشتغل فيهم كل واحدة اتنين نص عمود عشان الحتة دي تلف كده وتاخدها وعشان بصي تاخد الشكل الكيرلي ده تمام? اول غرز بس من كل دور هعمل فيهم خمسة نصة ايه في الخمسة كل واحدة اتنين نص عمود بعد كده هكمل لنهاية السلاسل في كل غرزة هيتبقى معي تلاتين سلسلة في كل غرزة هشتغل فيها واحدة بس نص عمود واحدة بس نص عمود تمام? هكمل لنهاية السلاسل لنهاية السلاسل دي في كل سلسلة واحدة بس نص عمود هخلص ومرجع لكم بعد ما خلصت اهو في كل الغرز في كل غرزة نص عمود هاجي على انا انا كنت في الغرزة دي هاجي على اللي بعدها على طول نركز عشان هو ده اللي هنعمله على مدار السطر ده الغرزة اللي بعدها على طول هقفل فيها بمنزلقة بعد انا بقفلت بمنزلقة بارتفع الكام الخمسة الخمسة وتلاتين غرزة سلسلة تمام? وسلسلة الارتفاع وبعدين بعد ما بعمل الخمسة وتلاتين سلسلة وسلسلة الارتفاع بعمل في اول خمس بسيب الاولة وادخل في التانية زي ما عملت هنا واعمل في اول خمسة بس كل واحدة اتنين نص عمود وكمل باقتهم كلهم نص عمود وبعد ما بخلصها وارجع بقفل في اللي بعدها بمنزلقة وبعد ما بقفل بمنزلقة على طول بطلع تاني بالسلسل وهكذا بقى بفضل اكرر ده هنا كده على دي كلها لغاية ما بوصل للغرزة اللي قبل دي على طول اهي يعني هخلص لغاية ما اوصل لهنا تمام? اللي هو عشان تبقى بالشكل ده زي ما انت شايفة كده وصلت للغرزة الاخيرة اهي اللي قبل اللي انا طلع بيها على طول وهقفل فيها بمنزلقة تمام? قفلت فيها بمنزلقة وهقطع الخيط بتاعي هقطع الخيط بتاعي خروص تمام? وطبعا هخفي الخيوط بتاعتي اللي هي بتاعتي البداية والنهاية هنخفيها هنعوص بقى علشان نركب الشعر على الروس اللي احنا عملينها هتيجي من نفس اللون بتاع الشعر نفس اللون اللي انت عمليه للشعر وهتعمليه تلضمي الخيط بتاعك في الابرة وبعد ما لضمتها بقطع حتة خيط حلوة كده امت متر مثلا علشان اخيط بيها البروك وبعتزر جدا عن صوت الهوهول لبرة لاني بصوت بصور قرب الفجر في الكلاب في الشارع بقى دي ما خفتهاش لسه طيب خليها بخفية في الاخر بجيب كده الشعر بتاعي ده واحطه على الراس بالشكل ده دايما بلاحظ ان البنات لما بتيجي تشتغل امجرومي بيبقوا لازقين العينين فوق العينين مبتبقاش فوق يا بنات لازم تسيبوا مساحة للجبهة يعني شايفة الشكل الوش الطبيعي بتاعنا كمان قدمين مبتبقاش العين لزقه في الراس كده الاقي الناس مشابطين للعين فوق وسيبين الجزء ده فاضي لأ اهي كده تعملي حساب الجبهة تمام فانا هنا كده اهي هسبتها كده هنا اهي تختاري المكان ماشي وانا هدخل بالخط بالابرة بتاعتي كده من مكان تحت اي مكان اهو وهطلع من فوق هنا اسبت الاول الجزء الدائري ده قبل ما سبت خصل الشعر هيتخيط عادي هنسيب بس حتة كده سيبها الحتة ده عشان ابقى نتضفها بعدين واهي دخلي كده غرزة وخرجي من غرزة تتثبت عادي عشوائي كده الحتة الدائرية بس انت حط البتاع الاول الدبوس حكمة مكانها بس هتثبتي بكم غرزة كده اهو خربتك يا دي الكلب ممكن نخرج من هنا عادي خدي بالك لو خرجتي من اي مكان غرزة برا اللي انت شغالة فيها بصتو انا خرجة من هنا فين تدخلي من نفس المكان تاخدي بالك علشان الغرزة ما تسيبش اه ما تسيبش اثر في المكان او ما تسيبش اللوم بتاعها هيتعقدت نصي كده لما تيجي تسحبيها لما تكون انت دخلة من نفس الغرز من بين الغرز نصي تسحلت خلاص زي ما قلتولكو هنسبت بس دي كده بعد ما بتسبتيها ماشي انت بتجهزي معاك ده ببيس ابرة بس انا معيش غير هو الدبوس الغلبان ده هدور على اي حاجة تانية كده بسم الله زي ما قلتلكو معيش غير الدبوس الغلبان هنعمل ايه هشرح لكو كده ايه بالروح كده انا معايا الخصل قدامي اهي هاجي عند العنين وهسيب اربع خصل اتنين الناحية دي واتنين الناحية دي في الوش كده في الصدارة احد اتنين اربع خصل اهم في المنتصف اهم ماشي هسيبهم مش هشبكهم هاجي بقى من اول واحدة هنا من جنب العين كده اهي تمام تزبطيها كده ترسميها كده وتيجي بدبوس وتحطيها تحت هنا اهو وتيجي اللي جنبها تعمليها كده برضو وتجيبي دبوس انا معيش دببيس فانتي انا بس بوريكو كده يوريكو على كم خصلة لقيت ابرة انخياطة عملتيها كده ايه رشأتها جنبها على نفس السطر دي جنبها كده برضو ومعيكي دبوس برضو وتحطيها وهكذا هترسيهم كلهم كده جنبه بعض الغاية ما توصلي لاخر واحدة انا سايبة هنا زي ما قلنا اربعة هرس 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 لغاية اخر واحدة كلهم هرس واعمل فيها دبوس تحت هنا هرس واعمل فيها دبوس تحت احنا بنسبتهم علشان لما نخيطهم يبقى سهل علينا وانا قلت احنا سايبين هنا واحد اتنين تلات اربع خصل هنخلص دول ونسبتهم هوريكو بنسبت ازاي ماشي الاربعة دول مش هسبتهم خلص دلوقتي انا بابرة الخياطة بتاعتي اهي اللي انا شغالة بيها الابرة دي في المركز في الراس فوق اهي هدخل من هنا واطلع عند الدبوس منق شبكيه اهو دخلت في الراس وطلعت من جانب الدبوس اهو تمام وهشبكها عما طلعت اهو من قلبها هنا هشبك هنا بغرزة تمام واطلع عادي في الراس في اي مكان فوق وليكن كده اول واحدة اهي اتسبتت هنا هنروح عند التانية انا دخلت هنا اي مكان انا دخلت هتدخل منه واطلع فين عند الدبوس مطرح ما انا في الخصلة التانية مطرح ما الابرة عندي اهيه وهطلع واعمل نفس اللي عملته اثبت الغرزة دي طيب فرضنا انت خايبة زي حالتي كده ومع كيش دبابيس ابل هدخل تاني هنا واخرق في الراس برضو علشان ارجع ثبت الغرزة اللي بعدها او اه مش الغرزة ما سمعش الغرزة يا اميرة الخصلة احيان عملة زي شعنونة اللي في مارد وش وشني انا العيال اول ما شافوني بعملها اصلا بيلو انت بتعملي شعنونة ام الشعر الغريب ده اهو تمام طيب فرضنا انت زي حالتي كده مع كيش دبابيس فممكن تعملي ايه بقى بعد ما تسبتي خصلتين انت هتشولي طبعا هنا تروحي جاي مسبتها دي كده علشان ايه ما تطلخبطيش احنا شفكنا ابرتينهم ادي واحدة اهي خليك انت في الاخر هعملك وادي اللي بعدها التانية اهي نحط فيها كده علشان ايه على ما نخلص تمام احنا بالابرة في سنتر الراس اهو فوق هدخل تاني واروح على ايه بقى اللي لسه ما تسبتتش دي فيها ابرة اهي هروح عند مكاين ما انا مسبتة بالابرة اهو واخروج بالابرة بتاعتي واعمل غرزة وهكذا بقى لغاية مخلص حبة الخصل دول بس زي ما احنا قلنا احنا سايبين ايه سايبين اه اربع خصل في الامام هكمل بقى انا الخصل بنفس الطريقة بنفس المكان اللي سبتها فيه لغاية مخلص كل الخصل وانا زي ما قلت لكم سايب اربعة هخلص كل الخصل دول بنفس الطريقة ماشي وهرجع لكم عند الخصلة الاخيرة سبتت خلاص اهو يا بنات الشعر كله سبتت كل الخصل بعد ما خلصت اهو يا بنات سبت كل الخصل معادة الاربع اللي قلت لكم عليهم في الاول تمام هيجي بقى هنا ايه هدخل في منتصف كل واحدة كده وهدخل قديهم ايه غرزة كده من ديل دي هتنقل من ديل دي بس عشان اثبتهم من النص كده بصوا يعني زي ما انا اهو كده اهو دخلت في ديل هخرج في اي واحدة بعدها في منتصف منتصف الخصل اثبت بس ايه غرزة واحدة في كل واحدة في المنتصف كده هدخل من هنا هتعفل بعدها هزبطها بس كده الموضوع مش بالترتيب خالص عادي اهو غرزة كده اهو في خلق في كده واحدة سبتهم ما عملتهمش زي ما بقول لكم كده ايه هو الموضوع بالنظر كده دي كمان احيان تمام قدتهم زي ما بقول لكم احيان في المنتصف بس كده الاربعة دول بقى احنا الخده هخي في الاخر الاربعة دول اعمل لها تسريحة زي ما انت عاوزة زي ما انا عامل لدي كده عملت تلاتة وسبت واحدة ماشي تقدري بقى تعملي ايه اتنين تلميهم كده وهنا وهنا كده تعمل لها زي قصة كده ماشي هتقومي عامل ايه لو اياها بس انت كده اهي كده وتعمليهم فوق الشعر بس ماشي ومن مكان ما انت وقفة هنا ادخل لي كده وطلعي فين ادخل هنا ونطلع مكان ما احنا عاوزين نرسم القصة كده وطلع خايفة الابرة تغزيني اهي ماشي وهتدي ايه غرزة ترسيمي بيها القصة اه اه كده كمان وطلعي في اي مكان في نفس اللوق اه تمام كده انا عملت لها القصة من الجهة دي هروح على الجهة التانية حابة تعملي واحدة وتسيبي واحدة كده حرة ماشي حسب ما انت حابة ترسمي لها فنينوا انتوا بقى يعني خلوا الميكب ارتست ولا اسمها ايه هر مش عارفة ايه كده ماشي خلوا بالبالة دي خلوا الكوافيرة اللي جواك وتطلع ماشي اهي ثبتي بقى الا القصة بتاعتك دي كده ماشي والخيط بقى هتدخل خلاص انا خلصت هدخله كمان مرة في الراس وبعد نقصه تمام كده عندي هنا فتلتين كانوا بتوعب بداية ونهاية بتوع الشعر عادي هروح جاية لضموهم واخفيهم فراس بغرزتين وخلاص شواني قلومهم لضمتها اهو ودي طبعا زي ما قلتلكوا بدايات الشغل ونهايته هدخل في اي مكان واخرج عادي ودينا بنسبت بيها بس كده وبعدين نقص الخيط وكده الراس بتاعتي خلصت دي اللي انا كنت وانا بسبت ما عملتهاش هشل هسواني اهي بنات الراس بعد ما خلصت والشعر تركب وتسبت وعملنا القصة ويا سلام حاجة كده ما فيش بعد كده طبعا انتو عارفين من المرة اللي فاتت من العروسة اللي فاتت اني انا البلاشر عندي مددغدغ وخلصان وبهدلنا الدنيا فهنعمل ايه هنجيب قلم بروش كده ويكون لونه احمر ونعمل حتة صغيرة اهي ولياتي لياتي لياتي طبعا انتو عارفين المبدأ لياتي 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 اهي شايفينت لياتت وبقت امر ازاي اهي ما تستخسريش اصرفي ما تستخسريش اهي تمام ونكون بقى ايه انا كده خلص خلصت اهو وكنت خلص مخلصة الطوق الامر بتاعي تمام هنجيب بقى مسدس الشمع ونلزق العروسة على جمع هسخن المسدس الشمع وارجع لكم بعد ما سخنت مسدس الشمع وجبت العروسة بتاعتي اهو هاجي هنا في العروسة من تحت كده عشان بقى مسدس الشمع عندي بتخلص سايف حطيت الزيت كده وتيجي تحددي المكان اهو انت هتحطيها بالجنب في الطوق وتمسكي بقى كويس كده اهي لغاية ما تمسك فيه اهو لقتيه حبة تتأمن من اي مكان تصباتي كده اهي انا برا اهي اهو من هنا كمان ونزبط الطوق بتاعنا يا ربي اهو ينشف بقى يا اختي ده رزقت في ايدي انا بهدلت الدمية تمام كده هيثبت بقى طبعا مسدس الشمع بتاعي هيثبت حبة تخيطيها ما عندي كيش مسدس الشمع سهلة جدا هتردمي الخيط بالابيض بالابيض يعني ايه هوريتي برضو ازاي الابيض بتاعي فين اهو والابرة هي ثبتت اهي بالشمع ثبتت وزي الفل تمام بس انا برضو هوريكو لو انتي ما عندي كيش شمع هتدخلي هتعملي باللون الابيض ليه لون الابيض احنا هنخيط بلون الطوق مش بلون البشرة او لون الشعر بلون الطوق ايا كان يعني انا عاملة واحد رصاصي هو لو هخيطه هخيطه بالرصاصي تمام هدخل هنا من اي مكان واطلع من يعني اخلي الابرة وهي ماشية تطلع بص منين من الطوق نفسه تمام وتدخلي تاني في الطوق وتطلعي من الراس في اي جرزة في الراس احنا زي ما قلنا بنطلع من بين الغرز فلما بنيجي ندخل تاني ما بتبنش اصلا طبعا هي صعبة بالنسبة لي دلوقتي وانا شغالة ليه عشان الشمع تمام اهو تدخلي تاني من نفس المكان بتاعي بتاع الراس ده وتدخلي كده برضو مرورا بالطوق بصوا انا عايز اوريكو انا لما بسحب من هنا اهو بصوا كده اهو الخيط اهو بسحبه من هنا ركزه عند الابيض اهو بيختفي تمام وتدخلي من قلب الطوق كده زي ما انتي وتطلعي فين في الراس في اي مكان في الراس خلي بالك وانت طلع وانت دخل في الراس تبقى بين الغرز بين الغرز مش في قلب اللي النسيج تعلم اهو تمام ترجعي تدخلي تاني من نفس الغرزة تطلعي في مكان تاني في الطوق اهي مفيش اسهل من كده ده تأمين حب انتي بقى يعني تعملي بالاشقه بصوا بيسبتها اكتر تعملي بالشمع بس براحتك تعملي بالخياطة على حسب المتاح بالنسبة لك اهو سنعمالة ادخل واطلع من اي مكان في الراس اهو معلش اهو بص انا طلع من الوش ازاي طيب هدخل من نفس الغرزة اهو واخرق هنا في الطوق بصوا انا دايما بدخل واخرق في قلب اللي حوالين الطوق بس يا زينب اهو شايفين مفيش حاجة دخلت من خلال الطوق وخرجت من الراس اهو كده انا يعني ثبت وامنت وزبطت جدا واي دي؟ يا اختي سحبت هنا لو سحبت زي ما عمرت مني كده الفتلة سحبت الوش اعملي اللقش ديها لقدام كده احيان خلص وبعد كده تدخلي بقى بيها للقبرة كده البتاع دي الخيط ده بقى في اي حتة هاعملها من الطوق تاني حبقا منها تمام وبعد كده تقطع الخيط بتاعك وقادي الطوق بتاعي خلص الطوق بتاعي خلص اهو شايفين شكله شايفين الرقة بتاعته هالبنات هتحبوا قوي طبعا انا هعمل التاني الرصوصي هركب عليه الراس البنبة وقادي الشكلين طيب حبة تعملي العين تطريز مش بسفتي هحطلك لينك فيديو انا عاملة عروسة بنفس العين تقريبا هي العين قريبا انا عاملها العين النعسانة عين قريبا لو في حد مش عارف يعمل بقى العين ممكن اعمل لكم فيديو تاني اعمل لكم في العين تمام شوفوا بقى لو اي سؤال حابين تسألولي سبولي في الكومنتات وان شاء الله بامر اللي اجاوب عليه ولو وصلت لنهاية الفيديو اعرف اني بحبكوا قوي 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 واكتبولي بنحبك يا اميرة واكتبولي كومنتات حلوة كومنتاتكم بتفرحني بتسعيدني فعلا والله العظيم بتسعيدني جدا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو مش عاملينوا لايك ولو مش مشتركة في القناة اشتركي واشوفكم على خير في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة